بسم الله الرحمن الرحيم ووضع معين سوف أحدثك عن ذلك بالتفصيل من على شاشة الموزابوك وسوف نشرح ذلك هندسيا ولكن أين تجد القطوع المخروطية في حياتك العملية هل شاهدت صحا الساتيلايت عندما تصعد إلى سطح منزلكم سوف تشاهد هذا الصحا عبارة عن قطع مكافئ وهذه القطعة التي ما نسميها بالـ LNB وباللغة العامية نسميها الأولمبي هذه تمثل بؤرة القطع المكافئ أمثلة حياتية كثيرة على القطوع المخروطية هل شاهدت إنارة السيارة باللغة العامية نسميها المازده لو تجي تباوع لايت السيارة عبارة عن قطع مكافئ والقطع المكافئ هذا هو عبارة عن جسم عاكس لون الصحا ما ساتيلايت الصحا ما ساتيلايت يستلم الإشارة من القمر الصناعي وبالصورة التالية بعدين يلتقطها هذا الجزء اللي هو نسميه الأولمبي ولكن لايت السيارة هذا اللايت يكون بهالصورة هذه وهنا عندي جسم عاكس لو تجي تركز على لايت رح تشوفه من نام غطة على مود أشعة الضوة ما تطلع للخارج ترجع بالعكس تصطدم بهذا الجسم العاكس وبعدين تخرج إلى الخارج حتى تكون الإضاءة قوية تطبيقات كثيرة موجودة على القطوع المخروطية وأمثلة حياتية كثيرة جدا لكي نكسب الوقت عزيزي يمكنك أن ترجع إلى الجوجل وبحث بسيط تطبيقات عملية على القطوع المخروطية إذن سوف نترك هذه التطبيقات العملية وننتقل إلى شرح الموضوع رياضياتيا ابقوا معي أعزائي إذن سننتقل معكم إلى شاشة الموزابوك لتوضيح ذلك إذن أعزائي معكم الفصل الثاني القطوع المخروطية ما هي القطوع المخروطية التعريف أمامكم عبارة عن قطع مخروط دائري قائم ليكن رأسه إلى الأعلى وقاعدته إلى الأسفل أو بالعكس ما أريد أقراركم الذي قدامكم بشكل مفصل لنرى شوفك الشكل الهندسي حتى تعرف القطوع المخروطية من جاية هذه مخروط دا شوف مخروط قدامك مرة أقطعه بمستوي وازي القاعدة لتكوين دائرة ومرة أقطعه بمستوي مائل ليكون قطع ناقص مرة مستوي مائل نزولا على القاعدة يكون قطع مكافئ ومرة رابعة مستوي يكون عمودي على المخروط ليكون قطع زائد ورح نشوفك القطوع المخروطية الأربعة ولكن بشكل مجسم أعزائي أمامك هذا المخروط وهذا المستوي دا شوف هنا مستوي قاطع للمخروط إذا كان القطع بشكل أفقي مثل ما دا شوف هذا المستوي القاطع فإن الشكل المتكون سيكون دائرة وإذا كان هذا القاطع على شكل مائل فإن الشكل المتكون سيكون قطع ناقص دا شوف آلية القطع شلون صارت وإذا كان القطع نزولا أو صعودا إلى القاعدة فإن الشكل المتكون هو قطع مكافئ دا شوف شلون صاير القطع المكافئ ودا شوف طريقة القطع شلون صارت وأخيرا يكون القطع زائد إذا كان القطع بشكل عمودي فأن الشكل المتكون هو قطع زائد تشوف هذا القطع الزائد إذن هذه صور مجسمة للقطوع الأربعة إذن ما هو القطع المخروطي القطع المخروطي وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون النسبة بين بعد أي منها عن نقطة معلومة تسمى البؤرة إلى بعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل إذن عندي معادلة مستقيم وهو الدليل وعندي بؤرة عبارة عن نقطة أكوف الشيء اسم اختلاف مركزي بالقطع المخروطي عموما وهي النسبة بين بعد أي نقطة من نقاطة عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل وهذا الاختلاف المركزي سيكون واحد إذا كان القطع مكافئا وسيكون أصغر من واحد إذا كان القطع ناقص وسيكون أكبر من واحد إذا كان القطع زائد شنو المعادلة العامة للقطع المخروطي المعادلة العامة إذا كانت أكس واي نقطة تنتمي إلى هذا القطع المخروطي بؤرته أكس وان واي وان ودليله أي أكس زائد بي واي زائد سي يساوي صفر فإن النسبة بين بعد أي نقطة من نقاطة عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل يسمى بالاختلاف المركزي من خلال هذا المفهوم سوف نستنتج المعادلة العامة للقطع المخروطي لاحظ هذه النسبة بين أي نقطة من نقاطة عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل البعد بين النقطة والبؤرة نستخدم قانون البعد أو المسافة بين نقطتين والبعد بين نقطة ومستقيم موجود أمامك النسبة بين هذا وذاك يساوي الاختلاف المركزي وبعد أن نقوم بتربيع الطرفين وورما قلنا طرفين يساوي وسطين فإن المعادلة النهائية ستكون أمامك الآن إذن بعد شوية رح نروح وناخد معادلة قطع مكافئ ونستخدم القانون العام بالمعادلة العامة للقطع المخروطي لإيجاد معادلة القطع المكافئ إذن ابقوا معي أعزائي قبل الذهاب إلى المعادلة العامة للقطع المكافئ ما هو القطع المكافئ؟ القطع المكافئ وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون بعد أي منها عن نقطة معلومة تسمى البؤرة يساوي بعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل لذلك الاختلاف المركزي في القطع المكافئ يساوي واحد لأن الاختلاف المركزي هو النسبة بين بعد أي نقطة من نقاطة عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل ولأن هاتين القطعتين المستقيمتين متساويتين في الطول فإن هذه النسبة تساوي واحد القطع المكافئ رح ناخد به أربع معادلات رئيسية إذا كان بؤرة القطع المكافئ على محور السينات الموجب فإن الدليل سيكون عمودي على محور السينات السالب سيكون رسم القطع المكافئ كالذي أمامك الآن هذا المنحن الأحمر هو القطع المكافئ أما باتجاه اليمين ستكون بؤرته هذه هي البؤرة P0 وسيكون معادلة الدليل X ساوي سالب P أما إذا كانت بؤرة القطع المكافئ سالب P0 وبالتالي الدليل X ساوي P فإن رسم القطع المكافئ سيكون بالاتجاه الأيسر وإذا كانت بؤرة القطع المكافئ بالاتجاه الأعلى سيكون الدليل Y ساوي سالب P ورسم القطع المكافئ سيكون بالاتجاه الأعلى تلاحظ بأن الدليل عمودي على محور الصادات لذلك Y ساوي سالب P بعكس إشارة البؤرة والحالة الرابعة إذا كانت البؤرة صفر سالب P فإن الدليل يساوي Y يساوي P ومعادلة القطع المكافئ في هذه الحالات الأربعة كالتي أمامك الآن وسيكون الرسم بالاتجاه الأسفل نلاحظ أن البؤرة صفر سالب P والدليل Y يساوي P إذن عموما هناك أربع رسومات وأربع معادلات للقطع المكافئ إذا كان باتجاه اليمين فإن المعادلة هي شنو هي Y تربيع تساوي أربعة PX وإذا كان باتجاه اليسار فهو Y تربيع تساوي سالب أربعة PX وإذا كان بالاتجاه الأعلى فمعادلة القطع المكافئ X تربيع أربعة PY وإذا كان بالاتجاه الأسفل فالمعادلة X تربيع تساوي سالب أربعة PY وأكف الشيء أريد أنبه عليه المستقيم الذي تقع عليه البؤرة بالنسبة للرسم الأول والثاني ذوله هو محور السينات معادلة محور السينات Y يساوي صفر بالحالتين أما المستقيم الذي يصير عليه البؤرة بذن المعادلتين هو محور الصادات ومعادلة محور الصادات X يساوي صفر إذا قل لك قطع مكافئ معادلة محوره Y يساوي صفر أنت راح تقول للبؤرة تقع على محور السينات وإذا قل لك X تساوي صفر راح تقول للبؤرة تقع على محور الصادات كما وعدناكم قبل قليل جد معادلة القطع المكافئ باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطية على الرغم من أن هذه المعادلة حاليا موجودة بالكتاب على شكل مثال سطحي فقط كان عندي تمرين قبل كم سنة وانحدف من الكتاب إذن الطريقة هي للاطلاع فقط ولكن لا بأس أن تطلعوا على هذه الطريقة ابقوا معي لمشاهدة الطريقة قليل من خلال شاشة المؤزابوك عن المعادلة العامة للقطع المخروطي وهي المعادلة التي تخص جميع القطوع المخروطية وتحدثنا عن قانون في هذه المعادلة والقانون يقول X ناقص X1 تربيع زائد Y ناقص Y1 تربيع يساوي مربع الاختلاف المركزي مضروبا في AX زائد BY زائد C على A تربيع زائد B تربيع وهذا القانون يجب أن يحفظ وهو قانون المعادلة العامة للقطع المخروطي على الرغم من أن هذا القانون قد ثبته في الكتاب المنهجي ولكن للاطلاع لأن قبل كم سنة كان عندي مثال أو تمرين موجود بالتمارين يتحدث عن المعادلة العامة للقطع المخروطي حاليا هذا التمرين اللغة وبقى هذا المثال من مبدأ الاحتياط مستبعد أن يجيب الوزاري لكن أخاف بالمدرسة يجيبه الكياب الامتحان للاحتياط أخافي يجيك بالوزاري الأمر مو كل الصعب المعادلة العامة للقطع المخروطي هذه للحفظ وشنو الاختلاف المركزي الاختلاف المركزي بالنسبة للقطع المكافئ يساوي واحد وهو النسبة بين بعد أي نقطة من نقاطة عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل وتحدثنا عن القطع المكافئ وقلنا أنه مجموعة نقطة في المستوي من أجي أرسم القطع المكافئ القطع المكافئ هذه المحورين الإحداثيين الـ X والـ Y وإذا كان القطع المكافئ سيني البؤرة إذن رح يكون رسمه بالصورة التالية وبؤرة القطع المكافئ ستكون هنا والسؤال الذي سأشرحه بعد قليل يقولي البؤرة 2-0 ولأن البؤرة معلومة فإن الدليل سيكون خلف الرسم مباشرة إذن الدليل سيكون X يساوي سالب 2 تحدثنا قبل قليل من خلال شاشة الموزابوك وقلنا أنه إذا علمت البؤرة يمكن استنتاج الدليل وإذا علمت دليل يمكن استنتاج البؤرة لأن البؤرة 2-0 فإن معادلة الدليل X يساوي سالب 2 هذه نقطة M أعزائي لتكون هذه النقطة هي X Y التي يكون بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل إذن هذا تعريف القطع المكافئ وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل ولكن باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي إذا كانت البؤرة معلومة رح أستنتج معادلة الدليل X تساوي شنو؟ X تساوي سالب 2 يعني معناها X زائد 2 يساوي 0 إذن هذه تمثل بؤرة وهذه تمثل معادلة دليل شا تقول المعادلة العامة للقطع المخروطي؟ تقول لي اجعل هذه البؤرة X1 Y1 هذه البؤرة واستخرج من معادلة الدليل A والB والC من هو الأي؟ الأي هو معامل X والB هو معامل Y والC هو الحد الثابت في حالة فقدان أي متغير فإن المعامل ماتة يساوي صفر يعني هذه معادلة الدليل تعني شنو؟ تعني 1X زائد صفر Y زائد 2 يساوي صفر يعني معناها الA يساوي 1 الB يساوي صفر والC يساوي 2 والاختلاف المركزي في القطع المكافئ يساوي 1 بعد أن كتبنا قانون المعادلة العامة سوف نشرع الآن بالتطبيق ماذا تقول المعادلة؟ X ناقص X1 يعني X ناقص 2 تربيع زائد Y ناقص Y1 إذن تربيع يساوي الاختلاف المركزي تربيع 1 تربيع في 1 في X اللي هو X صفر في Y اللي هو صفر ماكو داعي كتبه 2 إذن هذا زائد 2 1 تربيع هو 1 صفر تربيع اللي هو صفر إذن شو راح يصير عندي هنا؟ راح يصير X ناقص 2 تربيع زائد Y تربيع يساوي ماذا؟ يساوي X زائد 2 طبعا القانون هنا فيه تربيع وهنا أيضا سيكون تربيع وهذا أيضا تربيع إذن هذا قانون المعادلة العامة شو راح يسوي هسه؟ راح يصير X تربيع ناقص 4X زائد 4 زائد Y تربيع يساوي X تربيع زائد 4X زائد 4 شو راح يسوي هسه؟ 4 بالطرف الأيمان 4 بالطرف الأيسر صفر و X تربيع في الطرف الأيمان X تربيع في الطرف الأيسر صفر سالب 4X تحبر هناك يصير 4X إذن معناها راح يصير Y تربيع تساوي 8X إذن هذه هي معادلة القطع المكافئ اختصارا راح يسميها قاف ميم إذن قانون المعادلة العامة للقطع المخروطي هذه التربيع ما ننساها أكيد إذن المعادلة العامة للقطع المخروطي من خلال شاشة الموزابق قبل قليل تم اشتقاق هذه المعادلة ما مطلوب منك آلية الاشتقاق المطلوب هذا القانون المباشر النقطة التي تمثل البؤرة تمثل X1 Y1 ومعادلة الدليل أستخرج منها A والB والC ومن ثم التعويض المباشر لإيجاد هالمعادلة العامة للقطع المخروطي وهنا القطع المخروطي هو قطع مكافئ إذن أعزائي سنعود معكم إلى شاشة الموزابق ونتعرف على طريقة إيجاد معادلة القطع المكافئ باستخدام تعريف القطع المكافئ وليس باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي ابقوا معكم إذن أعزائي كنا معكم مع شرح مفصل لإيجاد المعادلة العامة للقطع المخروطي القوانين الخاصة بالمعادلة العامة للقطع المخروطي تم استخدام هذا القانون الأخير لاحظ من خلال الشرح تم سقوط هذه التربيع سهوا ومن ثم تم رجعها إلى موقعها الأصلي وهذا باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي إذن وسنعود معكم أعزائي إلى أمر هام جدا لكيفية استخدام المعادلة باستخدام تعريف القطع المكافئ ما هو تعريف القطع المكافئ وهو مجموعة نقطة في المستوي التي يكون بعد أي منها عن نقطة معلومة تسمى البؤرة يساوي بعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل والطريقة التي شرحناها قبل قليل هذا هو الحل التفصيلي لها وسنذهب معكم باستخدام تعريف القطع المكافئ وليس باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته جدر 3 صفر وعود جديد إلى السبور هذه المرة أعزائي طريقة إيجاد معادلة القطع المكافئ باستخدام تعريف القطع المكافئ وليس باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي ما سأتحدث عنه الآن يمثل حلا منهجيا ممكن جدا يجيك بالوزاري المعادلة العامة للقطع المخروطي لحد الآن مجايا بالوزاري ومستبعد أن تجي بالوزاري ولكن للاحتياط ذكرت القوانين لكم ولكن هذه المادة مهمة جدا جدا رغم أنها بالوزاري كلش قليل جدت بالوزاري ولكنها مهمة دايقولي مثل ما شبت من على شاشة الموزابوك جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته جذرة 3 صفر إذن في بادئ الأمور أجي أرسم المحورين الإحداثين السيني والصادي ومن دايقولي بؤرته جذرة 3 صفر إذن هذه البؤرة هي جذرة 3 صفر رسم القطع المكافئ سيكون بالصورة التالية باتجاه اليمين إذن هذا هو القطع المكافئ دليل القطع المكافئ يكون خلف مباشرة إذا علمت البؤرة يمكن استنتاج الدليل ما طول البؤرة جذرة 3 صفر إذن رح أقول معادلة الدليل X تساوي سالب جذرة 3 إذن هذه تمثل معادلة الدليل زين حتى أقدر أحصل على معادلة قطع مكافئ باستخدام التعريف أحتاج أن أثبت 3 نقاط على الرسم نقطة هي بؤرة ونقطة أخرى هي فرضية ونقطة ثالثة هي استنتاجية رح أخذ نقطة لا على التعيين تنتمي إلى القطع المكافئ خلي أسميها Q مثلا اللي هي XY أوصلها من روية البؤرة أوصلها من روية الدليل توصيل هوية الدليل لازم يكون توصيل عمودي لكن توصيل هوية البؤرة مو بالضرورة يكون عمودي هذه معادلة الدليل شا اتفقنا قبل شوي معادلة الدليل X تساوي سالب جذر 3 إذن معناها نقطة N اللي رح أفرضها هذه نقطة N شنو معناها X تساوي سالب جذر 3 تعرف شنو معناها يعني أي نقطة تقع على هذا المستقيم X ما لاته سالب جذر 3 سالب جذر 3 0 سالب جذر 3 1 سالب جذر 3 2 لما أوصل هنا مقابيل هذه النقطة هي سالب جذر 3 Y إذن سيصير سالب جذر 3 Y تعريف القطع المكافئ سولفنا عنه قبل شوية قلنا وهو مجموعة نقطة المستوي التي يكون بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل إذن تعريف القطع المكافئ يقول لي طول Q F هذا شي ساوي يساوي طول Q N تذكر بالثالث متوسط من أخذت قانون المسافئ وقل لك قانون المسافئ هو تحت الجذر X 2 ناقص X 1 تربيع زائد Y 2 ناقص Y 1 تربيع هذا قانون المسافئ هنا أطبق قانون المسافئ وهنا أيضا أطبق قانون المسافئ يعني هنا رح يصير عندي جذر وهنا أيضا رح يصير عندي جذر زيان Q F إيش رح يصير X ناقص جذر ثلاثة تربيع زيان يصير أقول جذر ثلاثة ناقص X تربيع يصير لكن الأفضل أن أبدي بالمتغير إذن إيش رح يصير فرق X تربيع X ناقص جذر ثلاثة تربيع زائد شنو فرق Y تربيع يعني معناها Y ناقص صفر تربيع Q N شنو قانون هو X زائد لأن ناقص ما القانون وعندي سالب جذر ثلاثة يصير زائد جذر ثلاثة تربيع وهذا Y ناقص Y تربيع عادة أعزائي بالرياضيات من أريد أتخلص من الجذور وعندي طرفين كل طرف بيه جذر رح أقول بتربيع الطرفين هناش رح يصير X ناقص جذر ثلاثة تربيع ال Y ناقص صفر Y يعني معناها Y تربيع يساوي هذا شنو X زائد جذر ثلاثة تربيع Y ناقص Y هذا صفر هسه شا سوي كل قوس تربيع رح أسوي مربحة دانية يعني معناها X تربيع ناقص اثنيا جذر ثلاثة X زائد ثلاثة شوف مربحة الحدانية مربحة الأول اثنيا في الأول في الثاني زائد مربحة الحد الثاني زائد Y تربيع يساوي X تربيع زائد اثنيا جذر ثلاثة X زائد ثلاثة داشتشوفون اكو خبر سعيد أكيد وصلكم خبر سعيد بأن ثلاثة بالطرف الأيمن وثلاثة بالطرف الأيسر X تربيع بالطرف الأيمن وX تربيع بالطرف الأيسر خلوها ببالكم فان معلومة عزائي في القطع المكافئ المتغير التربيعي عند تواحد شنو معنى عند تواحد ما يريد أحد يبقى بصفة Y تربيع يريد يبقى وحده المعامل ما التواحد وإذا X تربيع يريد يبقى وحده المعامل ما التواحد إذن هذا Y تربيع رح يبقى وحده ما يقبل أحد بصفة المعامل ما التواحد سالب 2 جذر 3X تحول إلى الطرف الآخر شو صير 2 جذر 3X يعني رح يصير 4 جذر 3X إذن هذه تمثل معادلة شنو إذن هذه تمثل معادلة القطع المكافئ بطريقة شنو بطريقة التعريف للقطع المكافئ لو كانت البؤرة على محور السينات السالب وكانت سالب جذر 3 على سبيل المثال كان صار الدليل X يساوي جذر 3 يعني نقطة N رح يصير جذر 3 Y زين لو كانت البؤرة صفر جذر 3 لو كانت البؤرة لي فوق يعني إذا كانت البؤرة بالأعلى هنا F تساوي شنو صفر جذر 3 هنا النقطة اللي تنتمي للدليل مجدداً أعزائي إلى شاشة المزاب إذن أعزائي أمامكم سيكون الحل التفصيلي للسؤال الذي بيناه قبل قليل وأن الجواب Y تربيع يساوي 4 جذر 3 X وإذا تريد تقرأ خطوات الحل التفصيلية لهذا السؤال شلون أجد معادلة القاطع المكافئ باستخدام التعريف إذن خطوات الحل موجودة أمامك الآن ممكن توقف مقطع الفيديو وتطلع عليها على كيفك واتسوين شلون النقطة الافتراضية شلون النقطة الاستنتاجية شلون ثبتنا البؤرة البعد بين النقطة والبؤرة يساوي بعدها عن الدليل وسأترك لك سؤال واجب جد باستخدام التعريف معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته صفر سالب سالب اثنيا اذا تريد اتعب نفسك اذا تريد ترتدي قبعة التخرج ان شاء الله ومعدلك يكون مية لازم تسمع كل صغيرة وشبيرة بالمحاضرات اللي راح نبثها تباعا من خلال الخليط بين شاشة الموزابوك والشرح على الصبورة الاعتيادية سوف لا ابخل عليكم بأي معلومة مهما كانت صغيرة أو كبيرة بعض المعلومات اشيرة لها بالكتاب بشكل سريع بعض المعلومات اشيرة لها بالتفصيل الممل سوف نذكر كل شيء ان شاء الله توجد في الكتاب سؤال ستة باستخدام التعريف جد معادلة القطع المكافئ تشوف اذا بؤرته سبعة صفر تحاول انت تحل السؤال بنفسك حتى تتأكد من صحة الحل والفرع بي يعني اذا ناطيني البؤرة انا استنتج الدليل وابدي بالحل واذا ناطيني الدليل انا استنتج البؤرة وابدي بالحل لمعرفة معادلة القطع المكافئ باستخدام التعريف وفي نهاية محاضرتنا لهذا اليوم استمع للترحيب والخاتمة النهائية للمحاضرة اعزائي سننهي محاضرتنا لهذا اليوم وسنكون معكم يوميا ان شاء الله بمحاضرة جديدة خاصة بالقطوع المخروطية اذا انتظرونا بشكل يومي ان شاء الله ننتظر اراءكم باسلوب التسجيل الجديد ونسعى دائما الى خدمتكم والى ذلك الحين ساترككم بامان الله وحفظه